هل يعتذر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وينسحب من مهمة تشكيل حكومة جديدة؟ سؤال يؤكد أن أزمة لبنان وصلت إلى منعطف جديد مصادر مقربة من الحريري تؤكد أن كل الخيارات مطروحة فأي سيناريوهات لو اعتذر الحريري؟ وهل التلويح بالاعتذار عن التأليف يغير شيئاً في الآفاق السياسية المسدودة؟ هذه القضية محورية سياسياً لكنها لا تختصر الأزمة اللبنانية لأن الأزمات السياسية تسير بمحاذاة أخرى اجتماعية ومعيشية خانقة جداً ضربت قطاعات الصحة والدواء والغذاء والطاقة وغيرها أيضاً فهل الحل في لبنان بات عصياً؟ ومن مخرج؟ ينضم إلينا من بيروت الليلة الكاتب والبحث السياسي يوسف الدياب والخبير الدستوري الدكتور عادل يمين أهلاً بكم معنا إلى هذا الحوار من سكاي نيوز عربية ليلة أستاذ يوسف إلى أي مدى تمهد هذه التحركات؟ هذه الزيارات التي تابعناها اليوم لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري؟ إلى أي مدى تمهد للانسحاب من مهمة تشكيل هذه الحكومة المنتظرة؟ مساء الخير أستاذ الشمطان لك وللدكتور عادل والي كل المشاهدين أهلاً وسهلاً لشك أن زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى دار الفتوى والخلوة التي عقدها مع المفتي دريان ثم المشاركة باجتماع المجلس الشرعي الأهلاء تؤشر إلى تحول ما طرأ على موقف الرئيس سعد الحريري بعد الاستعصاء على تشكيل الحكومة بعد حوالي سبعة أشهر من تكليفه بتشكيل الحكومة واضح أن الأفق بات مسدوداً بشكل كامل لا يعني نية لدى الأطراف المعنية بموضوع تشكيل الحكومة لتسهيل مهمة الرئيس المكلف وبالتالي أعتقد اليوم أن سعد الحريري قال لمن يعنيهم الأمر اللهم إني قد بلغت وواضح أن مسألة إعلان الرئيس سعد الحريري عن الاعتذار عن تشكيل الحكومة هي مسألة أيام قليلة إن لم نقل مسألة ساعات المصادر التي أبلغتنا تحدثت عن أن الرئيس سعد الحريري كاشف المجلس الشرعي الأعلى وكاشف المفتي دريان وكاشف رؤساء الحكومات السابقين بأن مسألة الاعتذار باتت مطروحة على الطاولة أكثر من أي وقت مطا وما الذي يؤخرها أصد يوسف يعني تقول لي أن هذه المسألة ربما تأخذ ساعات قليلة أو أيام ما الذي يؤخر اليوم اعتذار سعد الحريري عن هذه المهمة بعد تمسكه بها لفترة طويلة جدا يعني كان هناك أمل بضخ الحياة في المبادرة الفرنسية على اعتبار أن هناك حركة دولية إقليمية للدفع باتجاه تشكيل الحكومة وتذليل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري المساعد الإقليمية والدولية يبدو أنها وصلت إلى حاطئة مسدود في الأيام الماضية كان هناك مبادرة من رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو تمنى على الرئيس سعد الحريري التريث في مسألة الاعتذار أو الإعلان عن التوجه نحو الاعتذار كي لا يعلن وفاة مبادرة الرئيس نبيه بري واضح اليوم أنه بعد اجتماعه بالقيادات الروحية في دار الفتوى كان التوقع بأن ينتقل سعد الحريري إلى بيت الوسط ويعلن اعتذاره المعلومات تقول بأن الرئيس نبيه بري تمنى عليه تأخير هذا الأمر لبضع ساعات أو أيام قليلة ليجري آخر جولة من الاتصالات وربما المعلومات تقول بأن الرئيس نبيه بري قد يذهب باتجاه الحديث مع حزب الله للتدخل مع الرئيس ميشيل عون كونه حليفه الأساسي اليوم ومع التيار الوطني الحر لحل معضلة أو استعصاء تسمية الوزيرين المسيحيين في الحكومة الذين يعطلان تشكيل الحكومة إذا فشلت هذه المحاولة يعني أن عملية تأليف الحكومة هي أبعد من الصراعات الداخلية أعتقد أنها مرتبطة بملفات المنطقة وبالملف التفاوض الإيراني الأمريكي الذي يبدو أنه عاد إلى دائرة التعقيد من جديد سأعود إليك أستاذ يوسف لنتحدث عن هذه النقطة أيضا لأشرت إليها الآن دكتور عاد اليمين أهلا بك معنا إلى هذا الحوار على ما يبدو إمكانية اتجاه الرئيس المكلف سعد الحريري لاعتذاره عن هذه المهمة هل هذا ما أراده فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من خلال فرض دائما شروط إضافية في كل مرة يقدم الرئيس سعد الحريري تشكيلة حكومية مساء الخير لإلك والمشاهدين الكرام والأستاذ يوسف العزيز بالواقع لم يفرد فريق رئيس الجمهورية ولا فريق الطيار الوطني الحر يوما شروطا إملائية على الرئيس المكلف سعد الحريري إنما فقط طالبوا باعتماد معايير واحدة في التعامل مع مختلف الكتل النيابية من جهة واحترام مقتضيات الدستور لجهة شراكة رئيس الجمهورية بحسب مقتضيات المادة 53 من الدستور في تأليف الحكومة ومن جهة ثالثة مراعاة العدالة في تمثيل الطواقف بحسب ما توجب المادة 95 من الدستور وقد تجاوب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع كل المبادرات تلك التي أطلقها سواء البطريارك الراعي أو الرئيس نبيه بري أو اللواء عباس إبراهيم حتى أن البطريارك الراعي أعلن صراحة أنه طلب مسودة تشكيلة من رئيس سعد الحريري لبل قال صراحة في عذة الأحد أنه يتمنى على رئيس سعد الحريري أن يقدم تشكيلة محدثة لرئيس الجمهورية مدام أن الدستور ينص على أن رئيس الجمهورية يصدر مرسوم تأليف الحكومة بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف الأمر الذي يعني أنه لا بد من الاتفاق بين الجهتين كما أن الرئيس نبيه بري أوفد مساعده كما أوفد حزب الله ممثلا عنه للقاء رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل وكانت المحادثات بحسب مشاعة إيجابية لكن دكتور عادل كل هذه المحادثات التي خيل إنها بالفعل هذا ما أود أن أقوله يعني كل هذه المحاولات السابقة وكل هذا خلينا نقول التفاؤل اللي أحاط ببعض اللقاءات اللي جرت لم تفلح ولم نصل إلى هذه الحكومة التي يريدها اللبنانيون وبالتالي اليوم هل تتغير هذه الشروط أو هذه المعايير كما سميتها مع حكومة أخرى؟ أعتقد أن المسألة مبدئية وبتقديري أنه لو تجاوب الرئيس صعد الحريري مع المساعي ومع المعايير الواحدة وكذلك مع متوجبات الميثاق والدستور لما كان من رغبة لدى رئيس الجمهورية بعدم التعاون مع الرئيس صعد الحريري وأعتقد أن اللبنانيين كانوا يتمنون لو نجحت التجربة لأن الوقت ثمين اليوم بالنظر إلى الصعوبات المالية والاقتصادية والحياتية التي يعانيها اللبنانيون وبالتالي ليس لدينا طرف استبدال رئيس حكومة مكلف بآخر ولكن لا يعني ذلك التسليم بأي تشكيلة وزارية لا بل أن النائب جبران باسيل أعلن أمام مجلس النواب في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية أنه على الرغم من أنه لم يسمي في الاستشارات النيابية الرئيس صعد الحريري للتكليف إلا أنه يسلم بهذا التكليف ويرغب بأن ينجح الرئيس صعد الحريري في الاتفاق مع رئيس الجمهورية على التشكيلة الوزارية ولم يحصل ذلك للموحدة ولكن للأسف هذا لم يحصل تماما أستاذ يوسف يقول الدكتور عادل لم كنت أقول وأكرر ما قلته أنه لم ينجح هذا يعني خلينا نقول التحالف إذا أمكنني وصفه بهذا الشكل أستاذ يوسف يقول الدكتور عادل يمين قبل لحظات أنه لم يتجاوب سعد الحريري مع المعايير الموحدة كما سماها التيار الوطني الحر يتهم الحريري بالتعطيل والمماطلة منذ فترة هل انسحاب الحريري اليوم يفتح الباب أمام حكومة كما يريدها اللبنانيون يعني من حق كل لبناني أن يسأل اليوم ما هي المعايير التي لم يعتمدها الرئيس سعد الحريري أو المعايير الموحدة التي لم يعتمدها سعد الحريري مع كل الأطراف السياسية طيب بالدرجة الأولى سيدتي الاتفاق كان على تشكيل حكومة تتقاطع أو تطبق المبادرة الفرنسية لنعود إلى روحية المبادرة الفرنسية هي تحدثت عن حكومة من الاختصاصين حكومة مصغرة من الاختصاصين ومن خارج التكتلات السياسية والحزبية هذا ما ذهب إليه سعد الحريري في موضوع تقديم التشكيلة الحكومية لفخامة رئيس الجمهورية قبل نهاية العام الماضي وحتى الآن فخامة الرئيس لم يفرج عن هذه التشكيلة إذا كان رئيس الجمهورية وفريقه السياسي يعيرون سعد الحريري بأنه أبقى وزارة المال للطرف الشيعي نعم هذا الأمر صحيح ولكن أيضا وزارة الدفاع بقيت مع رئيس الجمهورية هذا من ضمن المعايير التي بقيت ولم تختلف وزارة الداخلية لم تبقى مع سعد الحريري وزارة الداخلية تم الاتفاق على أن تكون بالشراكة أو بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أيضا وزارة الخارجية لم تبقى مع التيار الوطني الحر يعني ذهبت إلى البكون الدرزي وبالتالي المعايير هي ذاتها المعتمدة يعني لم يكن هناك استنسابية في المعايير حتى بمسألة الوزير الشيعي لحقيبة وزارة المالية علينا أن نستذكر كلام فخامة رئيس الجمهورية عندما توجه بنداء للبنانين وتحديدا إلى رؤساء الحكومات السابقين وإلى الرئيس سعد الحريري عندما كانوا معطردين على موضوع ابقاء الوزارات السيادية لدى الأطراف السياسية كان رئيس الجمهورية في خطابه الذي حذر من الذهاب فيه إلى جهنم قال إن لم يشهل الرئيس سعد الحريري والرؤساء الحكومات مهمة الرئيس المكلف مصطفى أديد وأن يبقوا على وزارة المال للطرف الشيعي يعني قد نذهب إلى تعقيدات تقود البلد إلى جهنم ها هو اليوم البلد أصبح في قلب جهنم ولكن بالشروط التي يضعها رئيس الجمهورية والتيارة البطري الحر وليس بشروط أي مكون آخر للأسف الشديد اليوم الصراع على وزيرين في الحكومة من يسميهما طيب نحن نسأل اليوم هذا عهد فخامة الرئيس ميشيل عون الذي شارف على الانتهاء البلد اليوم بلا كهرباء البلد بلا بنزين اللبنانيون بلا أدوية بلا مواد غذائية البلد اليوم بلا محروقات بلا كهرباء طيب اليوم هل العهد هل يعني هو يستفيق على هذه الكارثة التي وصل إليها اللبنانيون يوم كل اللبنانيين أو بغالبيتهم الشباب اللبناني الذي هو عماد بقاء هذا الوطن يتوق إلى تأشير للهجرة من لبنان طيب هذا هو الرئيس القوي الذي وعد اللبنانيين بأن عهده سيكون مختلف هذا هو العهد القوي الذي وعد اللبنانيين بالمن والسلوى إذا وصل إلى رئاسة الجمهورية يبدو أنه القوي في تدمير البلد لا أكثر ولا أقل دكتور عادل ما شكل الحكومة التي سترى النور من دون سعد الحريري اليوم هذه الحكومة للبعض يخاف أن تكون نسخة عن الحكومة الحالية هل ستكون قادرة على انتشال البلد من الوضع المذري الذي يعيش اليوم أولا أسارع إلى القول إن المعايير الموحدة تقوم على التعامل مع مختلف الكتل النيابية والطوائف بالمعيار ذاته فلا يعقل أن يتفاهم الرئيس سعد الحريري مع ممثلي الأكثريات الشيعية في البرلومان وممثلي الأكثريات جرزية أما عندما يصل الأمر إلى اختيار الوزراء المسيحيين فيرفض التفاهم مع التكتل لبنان القوي الذي يمثل الأكثرية المسيحية كما يرفض أن يتولى رئيس الجمهورية تعبئة الفراغ في غياب الكتل المسيحية في ظل إحجام القوات اللبنانية عن المشاركة وفي ظل رفضه التعاون أي الرئيس سعد الحريري مع التكتل لبنان القوي النقطة الثانية أنه لا نستطيع القول أن هناك تشكيلة جاهزة وما على الرئيس أن يوقع لأن الرئيس الجمهورية ليس مجرد مصدر لمراسيم يعدها رئيس الحكومة المكلف لأن المدى 53 من الدستور تنص على أن الحكومة تتشكل بالاتفاق بين الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ما دامت أنها تقضي بأن رئيس الجمهورية يصدر مرسومة تأليف الحكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف عما الاختصاصيون لكن دكتور عادل فليس حكرا طرحت السؤال فقط حتى أعرف فليس حكرا على الرئيس سعد الحريري يعني كيف سيكون شكل هذه الحكومة الجديدة وإن هذه المرة بغيات سعد الحريري ستلبي هذه المعايير الموحدة كما سميتها اللي يطلبها رئيس الجمهورية ويريدها نعم نعم رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية قوي بموقفه وبصلابته وبتمسكه بالدستور ولكن بعد اتفاق الطائف لا نستطيع القول إن العهد هو عهد رجل أو امرأة العهد هو عهد مجلس نيابي وحكومات ومآل الأوضاع الذي بلغناه اليوم من انهيار مالي واقتصادي هو بنتيجة 30 عقدا من الفساد والإفساد والاختلالات المالية والاقتصادية والرئيس بيشيل عون وريسة تاريكة سقيلة من الممارسات السابقة أودت إلى ما نحن عليه لكنه أتى يا دكتور عادل لا يمكننا القول بائما ذلك لأنه نحن أتينا يعني في غاية الإصلاح والتغيير وهذا ما وصل إليه البلد بعد سنوات الطوار لا يملك رئيس الجمهورية صلاحيات كافية فهو لا يملك لا السلطة التشريعية ولا السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية بعد اتفاق طائف أنيطة بمجلس الوزراء والسلطة المشترعة هي طبعا بيد مجلس النواب وصلاحياته بحصورة ومحددة في الدستور أما مرحلة ما بعد اعتذار المفترض للرئيس سعد الحريري لا نستطيع أن نتصورها الآن لأن الرجل لم يعتذر لغاية الآن ومن الواجب الاحترام وجوده لغاية الساعة في موقع رئيس الحكومة المكلف وبالتالي الأمر يعود له إذا رأى أن الأمر أصبح غير مكتاح أمامه واضح ما قال رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري عندما ذكر أن وضع لبنان الاقتصادي والاجتماعي في تدهور مستمر وكان فيه بيان عن مصدر مقرب من الحريري يشير إلى أن كل السيناريوهات مطروحة الآن ولذلك نبحث في هذا الموضوع الليلة أستاذ يوسف ما الذي يجعل لا أستبعد سيدتي لا تستبعدون ذلك لا أستبعد سيدتي أن يعتذر الرئيس سعد الحريري ولكن من باب الاحترام هو لغاية اللحظة هو رئيس الحكومة المكلف ولكن أستطيع أن أحدد لك المعيار بالمطلق سواء كان معه أو مع أي رئيس حكومة مكلف بحسب مقتضيات المدي 95 يجب أن تبثل الطوائف بصورة عادلة في تأليف الوزارة بمعنى الأكثريات السياسية يجب أن تبثل إما مباشرة أو مداورة أو أن تدعم مرشحين بتشكيل الوزارة من جهة كما أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف شريكان بالتمام والكمال في تأليف الحكومة هزان المعياران لا بد منهما وأي تجاوز لهما لا يؤدي إلى الإنقاذ إنما يؤدي إلى توتير الأجواء السياسية وتأسينها في وقت المحتاج إلى التوافق وإلى الاستقرار طيب أستاذ يوسف ما الذي يجعل الرئيس الحريري يتراجع عن وعده إذا حصل ذلك الرئيس الحريري قالها مرات عدة لن أتراجع عن هذه المهمة والتراجع أمر غير وارد يعني لا يستطيع الرئيس سعد الحريري أن يرى البلد يتداعى ويتحلل بهذا الشكل المريع وهو لا يزال يمسك بورقة تأليف الحكومة وهناك من يعطل عن عمد موضوع تشكيل الحكومة وهو توقيع رئيس الجمهورية الذي هو رهن إرادة جبران باسيل شئنا أما بينه مسألة أساسية يعني اليوم دعيني أن أعقب على كلام الدكتور عاد اليمين عندما يتحدث عن العدالة في تمثيل الطوائف داخل الحكومات نحن نقول اليوم أننا في صدد حكومة حيادية حكومة إنقاذ وحكومة مهمة من خارج الكتل السياسية والنيابية ولكن إذا سلمنا بالمعيار الذي يتحدث عنه الدكتور يمين نسأله هل الرئيس الجمهورية اعتمد هذا المعيار عندما شكل حكومة الرئيس حسان دياب وهو من سمى حسان دياب وهو من سمى وزراء حسان دياب السنة والمسيحيين وحتى الدروز أين المعيار؟ أين العدالة في تسميت؟ نقول أكثر من ذلك عندما الرئيس سعد الحريري فاز بانتخابات العام 2009 وكان يحظم حلفائه على 76 نائف في البرلمان كانت الأغلبية الساحقة معه في المجلس النيابي ماذا فعل الرئيس ميشيل عون وحلفائه؟ ألم ينقلبوا على الرئيس سعد الحريري ويستقيلوا من الحكومة ويطيروا الحكومة ويشكلوا حكومة اللون الواحد برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي أين معيار العدالة للطائفة السنية تمثيل الطائفة السنية في تلك الحكومة؟ أليس الرئيس ميشيل عون الذي يتغنى بموضوع التمثيل العادل للطوائف وحق الطوائف في أن تتمثل بالرجل الأقوى في السلطة؟ أليس هو من قال أنه قطعت تيكت وانوائي لسعد الحريري ذهب ولن يعود إلى لبنان وهذا كان أقرب إلى التهديد الجسدي من التهديد السياسي نحن نتحدث اليوم الدكتور عادل يتحدث عن مرحلة من التراكمات للفساد التي أوصلت البلد ويحمل الحريرية السياسية مسؤولية ذلك وهو يعلم تماما أن الرئيس ميشيل عون والطيار الوطني الحر وحزب الله هم من يحكم فعليا لبنان منذ العام 2008 حتى الآن منذ السابع من أيام 2008 عندما أقل الحزب الله عسكريا هل نفهم من كل هذه التطورات أننا سنكون أمام حكومة نسخة عن حكومة حسان دياب؟ بالتأكيد وربما أسوأ من حكومة حسان دياب وهي ستعجل موضوع الانهيار وربما تعجل الانفجار الاجتماعي في لبنان ولكن على نطاق واسح؟ أي حكومة اليوم يمكن أن تشكل في وضع وظرف حالي؟ أي رئيس حكومة يمكن أن يتلقف اليوم كرة النار؟ أي حكومة ستتعاطى مع المجتمع الدولي والمجتمع العربي من أجل طلب مساعدات إلى لبنان؟ هل هي حكومة المقاومة؟ هل هي حكومة اللون الواحد؟ هل هي حكومة إيران المتعالفة اليوم مع رئيس الجمهورية والطيار الوطني؟ أنا أعتقد أنه يقود البلد إلى السيناريو الأسوأ وربما السيناريو الأسود بكل امتياز سننتظر الساعات المقبلة حتى تتوضح الصورة أكثر شكرا لضيفينا من بيروت الكاتب والبحث السياسي يوسف الدياب والخبير الدستوري الدكتور عادل يمي اشتركوا في القناة